بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم شكراً للأخ الرئيس الأخ الرئيس هذا المجلس مجلس 2023 هو المجلس رقم 20 في الحياة النيابية بالكويت من بدء العمل بالحياة النيابية هذا المجلس المجالس المتعاقبة العشرين مجلس المتعاقب في كل مجلس في كل دور إنعقاد يتم مناقشة الرد على الخطاب الأميري إذا استبعدنا المجالس اللي حُلَّت أو المجالس اللي أُبطلت اليوم إحنا نتكلم عن المرة الثمانية وخمسين اللي نتكلم فيه عن الرد على الخطاب الأميري في كل خطاب أميري من ستين سنة تعاد في هذا الخطاب ذات المواضيع مرة والأخرى وفي كل مرة يتعامل المجلس ويرد على هذا الخطاب يرد بذات المواضيع مرة والأخرى والنتيجة صفر لأن نحن في هذا الأمر في الخطابات المتكررة التي لا يوجد فيها اختلاف وفي الردود المتكررة التي لا يوجد فيها اختلاف قاعد نكرر المكرر لذلك نحن نقولها بشكل واضح مو هذا موهني مشاكلنا مشكلتنا في مكان آخر مشكلتنا معقدة أكثر من خطابات وردود على هذه الخطابات مشكلتنا الرئيسية ومشكلتنا الأولى هو النظام السياسي في الكويت الذي لا يمكن أن ينتج وضع غير هذا عندنا علاقة مشوهة بين السلطات عندنا تجاوز واضح وصارخ للمادة خمسين من الدستور عندنا سلطات في الكويت كل سلطة عندها هاجس وعندها رغبة جامحة بالتخطي على السلطات الأخرى مشكلتنا الثانية أن الحكومات المتعاقبة منذ العمل بالدستور تتعامل مع مجلس الأمة كمكتب لتخلص المعاملات تفتح المعاملات للأعضاء حتى يتم شراء مواقفهم مشكلتنا الثالثة أن الحكومات المتعاقبة منذ العمل بالدستور تتعامل مع الشعب الكويتي بطريقة لا تريق فيه كلما كانت هناك أزمة كلما كان هناك مشكلة فتحوا إسقاط القروض ومنح وأمور شعبوية حتى يتم حل هذه المشكلة وإذا ما انحلت اتجهوا إلى حل دستوري وحل غير دستوري مشكلتنا الرابعة أن الحكومات المتعاقبة منذ العمل بالدستور تتعامل مع الوزراء كموظفين كبار لا كأشخاص مناط فيهم رسم السياسة العامة للدولة مشكلتنا الخامسة أن منذ العمل بالدستور لا يوجد إيمان حقيقي بالدستور هذه مشاكل رئيسية يعاني منها البلد من ستين سنة الحلول يجب أن يكون هناك إيمان حقيقي بأن الشعب شريك في إدارة الدولة وشريك في ملك ثرواتها الحل الآخر يجب أن يكون هناك إيمان حقيقي بأن مجلس الأمة ممثل حقيقي وفعلي للشعب وأن يتم التعامل معاه بهذه الصورة مرين بعشرية سيئة دمرت فيه المؤسسات بسوء فعل رؤسائها خلال العشر سنوات الماضية الحل الثالث حتى نعالج الوضع مهم جداً عدم وقوف الحكومة في وجه الإصلاحات السياسية التي ننوي في هذا المجلس أن نقرها وهذه الإصلاحات لن نتنازل عن إقرارها أولى هذه الإصلاحات تعديل قانون المحكمة الدستورية حتى نحفظ للأمة كرامتها الأمر الآخر المفوضية العليا لإدارة الانتخابات حتى نحفظ للانتخابات شفافيتها ونزاهتها الأمر الثالث يجب أن يعدل قانون الانتخابات حتى يصل للمجلس أعضاء يحملون برامج حقيقية الأمر الرابع من الإصلاحات التي لن نتنازل عنها تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة حتى يستطيع أن يمارس المجلس دوره على أكمالوج بدون هذه الإصلاحات لا نتكلم عن إصلاح ولا نتكلم عن تنمية ولا نتكلم عن إنجاز هذه أمور رئيسية أو أمور عامة حبيت أن يتطرق فيها أتطرق لها في بداية الرد على الخطاب الأميري ثم أريد أن نتكلم عن موضوعين وردوا في الخطاب الأميري الموضوع الأول هو تمكين الشباب وتمكين الشباب يجب أن يبدأ بالالتفاة إلى الشباب المسجلين على الباب الخامس هذه الشريحة من الشباب بالمئات آخر ما تلتفت لهم الدولة والحكومة هي هذه الشريحة يجب أن يتم تمكين هؤلاء الشباب المسجلين على الباب الخامس تنمية الاقتصاد وتوفير على ميزانية الدولة في بند الرواتب الأمر الآخر الذي تطرق للخطاب الأميري هو التعليم سنوات يذهب وزير تربية ويأتي وزير تربية آخر تذهب لجنة تعليمية وتأتي لجنة تعليمية آخر يناقش المجلس وراء مجلس الموضوع التعليم ودون جدوى والنتيجة صفر لأن نحن مو قاعد نناقش للمجلس ولا الحكومة قاعد نناقش أساس المشكلة في ملف التعليم مشكلة التعليم مشكلة هيكلية رئيسية اللي يشرف على التعليم عندنا ثلاث هياكل في الدولة المجلس الأعلى للتعليم اللي يضع السياسات العامة للتعليم ويشرف عليها وزير التربية ثم عندنا وزارة التربية التي تنفذ السياسات اللي يصدرها المجلس اللي يصدرها المجلس الأعلى للتعليم ويشرف عليها وزير التربية ثم عندنا المرخز الوطني لتطوير التعليم اللي يراقب أداء الوزارة لهذه السياسات ويشرف عليها وزير التربية هذا التداخل في هذه الهياكل ستعطل أي عملية منتظرة في إصلاح التعليم لذلك يجب أن تلتفت الحكومة إلى هذا الأمر يجب أن يفكي التشابك بين هذه الهياكل الثلاثة حتى يرجع للتعليم إمكانية أن نحن انطوره الأمر الآخر في ملف التعليم وهذا اهتمام الدولة في التعليم ورادة في الخطاب الأميري وكذلك في برنامج عمل الحكومة تكلموا عن جامعة عبدالله السالم وأنا اليوم وزير التربية موجود ورئيس الوزراء يسمعني جامعة عبدالله السالم راح تفتح أبوابها في 24 تسعة إلى اليوم لم تعين عضو هيئة تدريس واحد جامعة عبدالله السالم إلى الآن ما فيها مدير جامعة عبدالله السالم في اجتماع اللجة التعليمية الأسبوع الماضي المجلس التأسيسي يقر لن يتم تعين مدير قبل بدء العام الدراسي جامعة عبدالله السالم كل اللي قاعد يقوم في حل يعني تسجيل الطلبة فيها واختبارات القبول للطلبة هي جامعة الكويت لذلك أنا أنبه الحكومة وأنبه الأخ وزير التربية بالتكليف وزير التعليم بالإنابة أن الحكومة ستواجه مشكلة كبيرة في شهر تسعة عندما تفتح جامعة عبدالله السالم أبوابها جامعة عبدالله السالم إعلان رسمي في موقعها أنها راح تبدأ في مباني شويخ واليوم يغيرون أنوا راح ينتقلون إلى مباني الخالدية هذا الارتباك في إدارة جامعة عبدالله السالم يجب أن يكون لها حد وأنا أترك الأمر للأخ رئيس الوزراء حتى يتخذ قرار شجاع في إيقاف هذا الأمر ختاماً رسالتين أختم فيهم مداخلتي للأخ الرئيس الرسالة الأولى للحكومة أتينا لتحصين المؤسسات وأتينا لتحصين النصوص والدستور لم نأتي لتحصين الأشخاص ما يحصن الحكومة ووزرائها إنجازها ومواقفها في الملفات الملحة واحترامها للمجلس وأدواته ورسالة الأخيرة لإخوان النواب وزملاء الأعضاء الانسجام الكبير بيننا في هذا المجلس والتعاون الواضح أزعج كثيراً الفريق المهزوم ولن يدخر جهداً هذا الفريق حتى يدد تتب الخلافات بيننا لذلك خلونا نفوت عليهم الفرصة وخلونا نرد عليهم بإنجازاتنا خلال هذا المجلس في دول العقاد الحالي ودول العقاد القادم وبإذن الله يكون القادم أجمل شكراً لكم